لازم أفهم طبائع المرحلة خصائص كل مرحلة عمرية لكل عائلة وتعامل معها إزاي وكل جيل مختلف عن التاني وكل بيئة لها تأثيراتها ومختلفة عن التاني وكان أفضل ما يبيعالج بالنبي عليه الصلاة والسلام الخطأ بتاع ناس الحوار الحوار الخطاب العقلي الإقناع مغلف بحكم الشر اللي بيناسب الفطرة لأن الفطرة مناسبة للشر الشاب اللي جيه استاذ النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا والصحابة كانوا هيبتجوا بيه النبي قرب منه وادع يده على قلبه وخض حوار العقل والقلب طرعا على الأسئلة بالحوار إيه بقى أترضاه لأمك عقل قال له لا والله يرسل أترضاه لك ذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك لا والله يرسل كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وما زال به يذكر عمته وخالته اللهم اغفر زنبه وهدي قلبه وحسن فرجة الشاب بيقوله يا رسول الله ما كان أحبه إلى قلبي من الزن لما دلوقتي هو أبغد حاجة الحوار لكن انت بتكرع عيلك في العبادة ذات نفسه خلوا الحوار شعور واسمع منه نرفز أمامه لما بيقوله حاجات أمامه بقوله حاجات فضيعة جنن بس اسمع اقناع افعل كذا وكذا البدائل كل ده طالث صورة استبداد من صور العقوق أصلا بتاعت الأب والأم هو كذا اللي هي الحق الوحيد إن أنا أقولك اعمل وما تعملش وإذا كان عجبكم وده غلط اللي أنت يشعر أصلا الأبن إن أبوهم متسلطين عليه وهم اللي عليهم القدرة أصلا على حتى اختيار القرارات وخصوصا في مرحلة المراقة صعبة جدا ودايما بقى دايما بيحصل إساءة وعقاب وفجوة وإخناءات وهيسة كبيرة لكن لما احترم رأيي ابني وبنتي واسمحهم وتحاور معهم واقنعهم وده السبيل للتربية الصحية أنا بقول لك أقوله خلاصة حواروا إقناع وهدوء تزاني انفعالي في البادي لانجوجي بتاعك لكن الأباء اللي يعلموا عيالنا إيه بقى عيالنا ملايكة ولا هم اللي ملايكة وأنا أبو أمه ما بغلطش عم بتغلط وتغلط نفس الغلط أو تحاسب ابنك على غد أنت أصلا بتعمله ويقول لك ده إحنا كنا غلط غلط أو إنك تعمل الغلط فصورتك تهتز قدام عيالك لأنها شافت كده وترجع بقى علشان ما شاء الله بقى ما شاء الله تعب بقى تولد في أبنك ده أنا الفت التت اللي ما بعملش اللي ما زويش ولا الكلام ده يعترف بخطأه شيعترف لأنه شايفك أنت ذات نفسك بالجاد ترجمة نانسي قنقر